أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عنهيان رئيس الدولة حفظه الله نهج دولة الإمارات الثابت في دعم السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية والحلول السياسية للنزاعات والصراعات بما في ذلك الأزمة الأوكرانية من خلال تخفيض التصعيد والحوار والدبلوماسية منوها سموه بأهمية تكثيف الجهود لتخفيف التداعيات الإنسانية للأزمة ودعم مبادرات تبادل الأسرى للطرفين جاء ذلك خلال استقبال فخامة الرئيس بلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عنهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم في سانت بيترسبرغ في إطار زيارة العمل التي يقوم بها السموه إلى جمهورية روسيا الاتحادية واستعرض سموه والرئيس الروسي خلال اللقاء مسارع العلاقات الإماراتية الروسية في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين مؤكدين الحرص على المضي قدما في تنمية هذه العلاقات من جانبه أكد صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله حرص دولة الإمارات على بناء جسور التعاون وإقامة الشراكات مع جمهورية روسيا الاتحادية ومختلف دول العالم بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والازدهار للجميع ترجمة نانسي قنقر